وصل الأمين العام للأمم المتحدة بانجيمون إلى قطاع غزة حيث من المقرر أن يطالب برفع الحصار الإسرائيلي في زيارة هي الثانية له منذ عملية الرصاص المصبوب ويزور بان الذي حصل على تصريح الستثنائي من السلطات الإسرائيلية لينتقل للغطاع إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار جولة في المنطقة بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحريك عملية السلام عبر وسيطها جورج ميتشيل الذي يصل اليوم إلى القدس وسيتفقد بان عدة مواقع قصفها الجيش الإسرائيلي ويدش مشاريع إنسانية وفقت عليها إسرائيل مؤخرا كما سيتوجه بعد زيارته لغزة إلى إسرائيل مجددا للقاء وزير الدفاع هود باراك ثم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو